في عدن ذهبت حديبو المسيطر كالعادة المجلس الانتقالي والداعم دوماً الإمارات والقصة تتكرر في أكثر من مدينة جنوبية دون تعديل تدخل سعودي ثم انسحاب حكومي ثم سيطرة الميليشيا والسؤال الشعبي كان ولا يزال معلقاً أين رئيس الحكومة؟ بل أين رئيس اليمن من كل ما يحدث وربما ما سيحدث؟ الأسابع الماضية كانت محافظة أرخبيل سقطرة التي دخلت عودة السعودية منذ سنتين تعيش توترات بين المجلس المحلي والمجلس الانتقالي تدخلت القوات السعودية كوسيط أكثر من مرة مستحدثة نقاطاً لها بالقرب من العاصمة حديبو وفي اليومين الماضيين فرضت ميليشيا الانتقال حصاراً عنيفاً على العاصمة مستخدمة المدافع والدبابات في قصفها على المدينة وكان من المريب أن النقاط السعودية انسحبت من أماكنها لتتسلمها ميليشيا الانتقالي وتنتهي المعركة لصالحها بعد أن سيطرت على مبان رئيسية تابعة للحكومة كان مشايخ سقطرة وعلى رأسهم عيسى سالم بن ياقوت قد اتهم الرياض بالتمهيد لسقوط حديبو بيد ميليشيا الإمارات وبعد ساعات من تصريحه انتهت المعركة بين القوات الحكومية والانتقالي بانسحاب الأولى بعد توقيهات عليا ودخول مسلحية الانتقالي الذين أتوا من خارج المحافظة في أبريل الماضي بمدرعات تم الاستلاه سابقاً عليها من اللواء أول مشا بحري الموقف الحكومي لم يكن مفاجئاً لدى الكثير لكن ناقدين لأداء الحكومة لم يتوقعوا أن يكون بهذا الاستلاب حيث لم يذكر بيان الحكومة الإمارات الداعم الرئيسي والواضح للانتقالي كما أنه لم يحمل السعودية المسؤولية رغم أنها دخلت سقطرة كضامن وحامل للشرعية ورغم كون قوات الواجب السعودية ظلت تتفرج على سقوط العاصمة السقطرية دون أي تدخل وهو ما فتح الكثير من الاستفهامات حول صمت وزراء الحكومة والشكوك حول تورط بعضهم في سيناريو سقوط مدينة يمنية جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر